بلا شك أن هذا النظام نظام الدفع الإلكتروني ونظام الدفع الإلكتروني بشكل عام هو نظام معمول به في أغلب دول المنطقة ولكن ما هي معيقات تطبيق هذا النظام في العراق ولماذا تأخر كل هذه السنوات شكرا جزيلا إلى استضافتكم وإلى قناتكم ومشاهدكم الكرام حقيقة أن هذا الأمر بنقطين أساسيتين أولا الترق والإخوة القبلي وتحدث المتحدثين كانوا يتأكدون على موضوع الثقافة المصرفية التي يفتقر إليها كثيرا العراقين لهذا الموضوع منذ مدة طويلة البنك المركزي أصدر تعليمات وحاول أن يشجع موضوع الدفع الإلكتروني من خلال شركات الدفع الإلكتروني وحدد بأنه 2500 جهاز وزعت في ذلك الوقت إلى شركات الدفع الإلكتروني على أساس هذا الموضوع في عام 2019 سادس بالضبط لكنه لحد الآن ما عمل به بشكل كبير على ما يبدو أنه سيد رئيس مجلس الوزراء الحالي هو الذي يأكد على هذا الموضوع وفعلا هذا الموضوع مهم جدا وقلنا أنه موضوع الثقافة الإلكترونية أو الثقافة المصرفية يفترض أنه تتوسع في هذا الموضوع نحن في رابطة المصرف العراقية أكدنا على موضوع الشمول المالي وهذا الشمول المالي يقصد يقصد بأنه يجب أن يكون لكل عراقي حساب بنقي ويحصل من خلاله على الكارت الفيزا كارت أو الماستر كارت وبالتالي يتعامل مع هذا الجهاز للدفع الإلكتروني الذي هو الـ POS هذا الموضوع سيوفر لنا كثير من الملاحظات وكثير من الإشكاليات التي قد نتعرض عليها وخاصة مثل ما تفضل جنابك أنه موضوع تغسيل الأموال ستفتقر إلى هذه العملية أو ستنعدم تكاد تنعدم عمليات غسيل الأموال من خلال هذا العمل نحن نعرف أنه حوالي بحدود أكثر من 80% من الكتلة النقدية المطبوعة مخزونة أو مكتنزة عند المواطنين لوجود فجوة ثقة بين المواطن وبين المؤسسة المصرفية هذه الطريقة وهذا التعامل بهذه الأجهزة الدفع الإلكترونية ستفقد المخاوف عند المواطن وبالتالي ستعود الثقة بين المواطن وبين المؤسسين وخلال الحركة الإلكترونية الآن تحدثت عن جانب المواطن وثقافة الفرد العراقي في التعاملات البنكية بأنها متأخرة ولكن هناك شق آخر تلقى به اللائمة على القطاع المصرفي يعني البعض يتحدث عن أنهم يذهب إلى بعض المصارف ليفتح حساب مصرفي يعطى الفيزة الإلكترونية ولكن عندما يتم استخدام هذه الفيزة تستقطع منها نسبة مالية بالتالي لا يجد هناك فائدة فعلية من استخدامها في وسائل الدفع الإلكترونية سترفع هذه الرسوم لا يضطر لكنه في موضوعة التوطين هذا الموضوع لأنه لحد الآن لاحظ سيد الكريم أنه المواطن ما معتاد على أنه يحتفظ بهذا الفيزة كارت ويستخدمه بطريقة وقرأة لأنه مثل ما تفضلت الرسوم التي قد يطلب أن يدفعها من عمليات السحب والتي يدعى مرة ثانية ولذلك تشوفها مثل أن يصير الراتب رأس الشهر رأس أنه يسحب الراتب مرتب الكامل لو كان عنده هذا الموضوع الذي هو الفيزة كارت أو الماستر كارت سيبدأ يستخدمه بطريقة مثلة من أن يذهب إلى أي محل أو أي أسواق أو أي خدمات يقدمها رأس يستخدم هذا البطاقة بدون أن يدفع أي رسوم وبالتالي ما رح يضطر أنه يحتاج إلى أن يحمل أموال ونقود أو حتى بعض الأحيان يعني الكثير من المواطنين عندما يحتاج أن يدفع مبلغ معين بكسور أو هاي الخردة اللي نسميها هذه رح تروح تختفي لكنه فيها جهزة الدفع الكتراني رح يدفع بالضبط ثم هذا رح يوفر فرصة للمنافسة حتى البائع يعني التاجر اللي يبيع البضاء عمالته رح يقدر يوفر فرصة إلى المواطن بطريقة الدفع بهذه الوسيلة عندما يكون هناك منافسة بالأسعار يعني مثلا المحل الفلان يبيع في هذا السعر بالضبط بعمل بعض الشركات بعض الشركات تعتبد اعتبادا كليا على قضية الدفع الإلكتروني على اعتبار أن التسويق والشراء كل هذه العملية تتم عن طريق الدفع الإلكتروني وهي طريقة شائعة في العالم كيف يمكن أن يسهل ذلك هذه العمليات واستثمار وجلبي استثمارات مرة أخرى إلى العراق لا لا هذا موضوع الاستثمار شيء آخر نحن 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 عن التعامل اليومي التعامل الداخلي في داخل المدينة وفي داخل المحافظة بصورة عامة حتى يكون عنده هناك حساب مصرفي وأنا ركزت في البداية على موضوع التثقافة المصرفية وقلت أنه يجب أن يكون كل عراقي خاصة رابطة المصارف والبنك المركزي أكد على هذا الموضوع وبالمناسبة غدا ستبدأ أسبوع كامل للشمول المالي ستتحرك كل الجهات ذات العلاقة لمحاولة بطريقة أخرى محاولة ترغيب المواطن على أن يكون إليه وحساب مصرفي وبالتالي أصدار مثل هكذا بطاقة ويقدر يستخدمها بكل الأوقات وبسهولة ودون عناء وكثير جنابك أنت والمستمعين يعرفون أنه فائدة هذا الموضوع ستوفر لك بدل ما تعد وتفرز المبالغ والمبالغ التالفة وهذه المبالغ المزورة ممكن أن تدخل بها هذه كلها ما راح تكون موجودة عندما يكون عنده فطاقة دفع الكتروني يستخدمها في كل المكانات وحتى في الخدمات مثل ما جنابك أيضا ذكرت أنه بعض الوزارات بدأت ما تتقبل الدفع النقدي إلا من خلال الدفع الكتروني وهذه الظهرة اللي لازم أنه نؤكد عليها وأعتقد خلال فترة قليلة القادمة ستشهد عملية نمو وتطور في هذا المجال وسنصل إلى الأهداف المرجوة من هذا الموضوع شكرا 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 شكرا